الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله تسألت تاريخيا ما هو الأمر اللي دمر الاصلاح في الكويت شلي صار في هالبلد بلد بدت في نمو وتطور كبير جدا أنا أقول إذا بنحط إيدنا على الجرح هو تحالف التاجر مع الحاكم خنكون صريحين لما تحالفوا أصحاب المصالح الخاصة مع من يقود البلد صار هناك دمار للبلد تأخر في الانتاج نهب موارد الدولة بسبب هذا التحالف لما تحولت رئاسة مجلس الأمة إلى مصدر للاستحواذ على ثروات الدولة وتمكين أصحاب الفساد من نهب موارد الدولة والوقوف ضد مصالح الشعب هذه حقيقة وأنا قلتها في هذا المجلس وكررتها شيخ حكم وتاجر ما يصلح ما يصلح ولن تتقدم الدولة إذا كان هذا التحالف يمضي بهذه الطريقة ونحن نتأمل إذا كنا فعلا في عهد جديد أن يكسر هذا التحالف وتكون لولوية للشعب الكويتي والأولوية لمصالح هذا البلد في الخطاب الأميري أشار إلى إعادة تصحيح المسار المشهد السياسي إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار من يمثل بإرادة حرة حقيقية ووفق تطلعاته الوطنية قال هذا الشعب لبت دعوة الشعب سوى اللي عليه اختار صح أصغط الفاسدين قدم مجلس يتطلع إليه الجميع الآن خنشوف اختيار الحكومة تصحيح المسار مو على الشعب بس تصحيح المسار على الحكومة كذلك خنشوف هل هناك معايير حقيقية لتعيين القياديين مواصفات من التسعينات تقدم في هذا المجلس قوانين أنا تابعت هذه القوانين قوانين تعيين القياديين لم ترى النور لم ترى النور وترفض الحكومة أن تكون هذه القوانين من ضمن برنامجها إنما تكتفي بقرارات وكل هذه القرارات أصلا في مجلس الخدمة المدنية تكون هباء من ثورة ويعين القيادي دون أي معايير تذكر وسيتكلم عن هذا الآن أنا يمكن من 2012 إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا أنا ما شفت وزير يطلع للشعب يقول اختارني رئيس الوزراء بناء على هذه الرؤية وهذا الإصلاح ما في أنا تحدى الآن يطلع وزير ياخذ نص ساعة ساعة في تلفزيون الكويت ويقدم رؤيتها الشاملة للإصلاح في وزارته خاصة لإصلاح التعليم لإصلاح الصحي لإصلاح الإسكاني وغيرها ليش ليش برامج العمل نكتفي فيها وكأن الوزير يقول خلص أنا ضمن برنامج عمل حكومة وما عندي شيء أقوله أكثر لا عندك تقول أكثر عندك تقدم رؤيتك وفق هذا البرنامج لكن بالتفاصيل وبالتواريخ هذا مهم جدا سموه رئيس الوزراء إذا الوزير غير قادر على أن يقدم رؤيته في ضمن هذا البرنامج الذي تضعه هذا وزير ما يستحق أن يجلس في مكانه تكلم الخطاب الأميري عن أجواء الحرية والديمقراطية لكن السؤال هل هناك إيمان حقيقي بمبدأ الشورى والروح المودة والتعالف التي ذكرها الخطاب الأميري من يؤمن بالشورى يؤمن بنتائجها ومن يؤمن بالشورى يؤمن بتطويرها للأفضل اليوم هناك يجب أن تكون الصلاحات جذرية يجب أن نبتعد عن العمل الفردي في العمل السياسي يجب أن يكون هناك تنظيم حقيقي وتطوير حقيقي حتى في الدستور لمزيد من الحريات ومزيد من الإصلاحات يجب أن يكون هناك مبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون العملية السياسية رهن نظام التصويت وتغييره حسب ما يريده النظام وفق ما يحقق مصالحة لا يمكن نستمر بهذا العمل الفردي لا يمكن أن نستمر دون إصلاحات ما في ديمقراطية ومجلس وهذا يأتي برنامج عمل حكومة بعد اختيار رئيس مجلس الوزراء وحكومته هذا يجب أن يتخير يجب يصوت مجلس الأمة على الحكومة وعلى برنامج العمل مجلس الأمة يصوت على سمو الأمير يصوت على سمو ولي العهد ولا يصوت على الحكومة وبرنامج عملها حتى نكون شركاء شركاء لمن صوت ونقول نعم هذا برنامج عمل حقيقي نريد تحقيقة نكون شركاء معكم ننتظر إنجازكم ونحاسبكم بعد ذلك على عدم الإنجاز إذا فعلا في توافق وفي مدة حقيقية يكون هناك فعلا شراكة حقيقية في العمل السياسي طيب نحن اليوم الحمد الله في لجنة تنسيقية بين الحكومة وبين المجلس لجنة تنسيقية تمثل إجماع المجلس ولجنة تنسيقية تمثل إجماع الحكومة لكن كل هذا للأسف ليس في بيئة في بيئة أمان أخوان جان كل هذا شكرا أخو الرئيس لكن كل هذا ليس في أمان وفي بيئة مستقرة إذا كانت بدعة الإبطال موجودة بدعة الإبطال نعم أتي بالإبطال لإبطال إرادة الشعب بهذه البدعة في 2012 واستمرت تستخدم لإبطال الإرادة الشعبية لا يمكن أن تكون هناك معكمة دستورية تبطل إرادة الشعب من أجل خطأ إداري يقوم به رئيس مجلس الوزراء هذا غير ممكن ولا يسمح فيه في بلد متهضر لما وضع المؤسسون هذا الدستور حتى على حل المجلس من سمو الأمير وهو حق خالص وضعوا قيود لكن أن تبطل إرادة الشعب بسبب أخطاء للوزارة تبطل إرادة الشعب لأخطاء تقوم فيها الحكومة هذا غير ممكن تكلم الخطاب عن وحدة تبناء الكويت هل نحن فعلا حريصون على هذه الوحدة نحن حريصون ونحن نسمع تشكيك بهالكويت ليل نهار والقيادة تسمع والقوانين موجودة ونجعل هالكويت معيار أصيل وغير أصيل لما نتهم نصف المجتمع بأنه مزور لما نجعل المعيار ليس الكفاءة ولا الخبرة إنما ولا الشهادة بعد إنما هذا ولدنا وهذا أبو فلان وأم فلانة هذا معيار لاختيار القيادات هل يمكن هل يمكن أن نستمر نعمل لهذا البلد دون وضع هد لدعوات العنصرية ورفض الآخر وأن يكون في كل هذا مرجعنا في أي اتهام يجب أن يكون هو القضاء وأحكام النهائية الكويت عندها إمكانيات أظيمة لكن نحتاج إلى سيادة القانون على الجميع دون استثناء وبهزم في التطبيق لو طبقنا القانون على الجميع لكويت تتقدم معقولة خمس ست شركات مقاولات في الدولة وتنهب الدولة وتتحكم فيها شركات تحول الوزير إلى مندوب شركة لما الشركات تتعين الوزير والقيادات في الوزارة هل تستمر العملية الإصلاحية في ظل هذه الأجواء تكلم الخطاب عن مبادئ التعاون بين الحكوم والمجلس أنا أقول لكم مبادئ التعاون تطبيق القانون إيجاد رؤية حقيقية للإصلاح الشامل في كل الجوانب مهاربة الفساد تتفقون معانا ونتمكن جميعا من مهاربة الفساد وفتح ملفات الفساد وإرجاع مال الدولة اللي نهبت خلال السنين الماضية وخاصة في العقدين الأخير السابقين اليوم إصلاح التعليم إصلاح الصحة للأسف هذه الأسس صارت هي للمتنفذين وأصحاب المصالح وتحالفهم هو اللي يحدد مسار التعليم ومسار الصحة في الدولة إيجاد فرص عمل ومشاريع تنمية حقيقية وأشار إليها الخطاب الأميري معالجة التركيبة السكانية لحد الأدنى للرواتب معقولة معقولة كويتي مراتبة أربعمائة وخمسمائة دينار متقاعد ولا كان قديم في العمل ولا كان في الباب الخامس ولا أيا كان معقولة ميزانية الرواتب ما فيها حد أدنى ولا حد أعلى كم نسبة اللي يأخذون فوق ثمانتالاف وتسعة تالاف في الرواتب لا لحين خلي حطونا الحكومة والدولة خلي تحط النسبة هذه وكم نسبة اللي تحت الألف ما يصير إحنا طالبنا ونطالب ونقول يا جماعة بادروا بادروا مبادرة فرحوا هذا الشعب والله النساء في البيوت رجال غيرهم شنوا معاشا ستمية وخمسمية وسبعمية ما يقدر يصرف بادروا وقولوا الحد الأدنى ألف على أقل للمتقاعدين قداية هذه أسس تعاون وهذه أسس الإصلاح إذا كانت عندنا نية صادقة نحن لم نأتي للتأزيم أتينا للإصلاح وسنترك فرصة للإصلاح هذا هو هدفنا وهذا هو مشروعنا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر